فعلينا أن ننتبه على التأثير الجسدي للسترس وبالتالي كيف نزيل هذه الأسباب لكن نحب أنه بالوقت الباقي عنا لأنه عدة مرات تجعب تكون أنه نتكلم في أمور لو نوصل للحل نتطلع لهذه الساعة ساعة بسرعة فأحنا بنفوت يمكن على العلاج الروحي شو رايك؟ الذي هو الأهم نخش في الصميم الذي هو الأهم كل ما سبق لا يقل أهمية للتوازل الموجود ولكن إذا كانت القطار يواجه مشكلة أكيد يجب أن تذهب إلى الرأس وليس إلى الفاجونات وبعدين أنت حكيت عبارة كتابية أن الإنسان مركب جسده نفس وروح فأنت كله مترابط في بعضه فنحن لا نعامل شيء أفضل من شيء لكن أين نبدأ؟ نبدأ من الأهم بالقطار تصلح الرأس وليس الفاجونات في السيارة تصلح الموتور قبل أن تصلح المحروق مثلا نعم فالأهم ما يجب أن نعمل ونحن هو أن ندرك غاية وجودنا لماذا أنا موجود؟ من أين كل الفلسفة تدور حول ثلاث أسئلة من أين أتيت؟ لماذا أنا موجود؟ وإلى أين أنا ذاهل؟ إلى أين أنا ذاهل؟ أسئلة بسيطة كثير لكن عميقة عميقة وإدراكة وتطبيقها مش سهل من أين أنا أتيت؟ بفعل مباشر وتصميم مباشر وقصد مباشر ليس فقط أن الله خلق الإنسان لكن الله خلقني وهو يحكم بالمكان وبالتوقيت بيقول في الكتاب على حدود مسكنهم ليه أنا خلقت في هذا الجيل في هذا العصر في هذه العائلة في هذا اللون البشرة وأعيش فيه لأن الله عنده قصد أن يأتي به إلى هذه الحياة وهذا بعض الناس يشعروا بنوع من التحكم الإلهي أو ينزعجون مزمور 139 قال له يا رب أنا حاولت أهرب منك وما قدرت أنا ذهبت إلى السماء فأنت هناك إن ذهبت إلى الهاوية فهو أنت إذا أخذت جناحي صبح زرحت الشر أو سكنت في إقاس البحر فهناك أيضا تهديني يدك كان منزعج من معرفة الله شعر أنه يعني كثير يعني كثير يقدر يتخبى من الرب بالآخر قرر يتخبى في مكان معين قال إن قلته أن الظلمة تغشاني بروح على مكان مظلم فالظلمة عندك تضيء كالنهار بعدين افتكر بمزمور 139 أنت بلاي أنا منزعج من معرفة الله الدقيقة والعميقة الليس كلمة على لساني إلا أنت عرفتها كل شيء أنت تعرف من جوه ومن بره فكر من وقت اللي الرب كونه في بطن أمه وهو مكان دريان الله كساه جلب ورقم عظامه وصنعه بطريقة مميزة حقا أني قدم وهذه أرجوكم إذا حنا يتفرجوا عم يأخذ نوت أو بحب يأخذ نوت كتبوا هذه حقا أني قدم تازته عجبا عجبا بس إذا ندرك هذه الحقيقة أنا مش متركمة لخي نزار يمكن يعجبني جدا أخي نزار وأقترب به بعض الأمور لكن أنا ما اسمي نزار ونزار ما اسمه أولى أنا أتعلم نتعلم بعضنا لكن أنا علي أن أعرف أني بنظر الله كوه الله خلقني وكسر الآلب خلقني لقصد عنده ميزني عجبا كل واحد مننا عجيب بنظر الرب ومحبوب بنظر الرب يكفي أن أكون ما أرادني أن أكونه لأنه نحن مرات تيري بنعمل أمور لأنه نتمثل ببعضنا ونتشبه ببعضنا ومنغار من بعضنا واحدة من المشكلات الكبيرة في مجتمعنا هو التقليد أنا عاوز أقلد الشخص الآخر وبنس أنه أنا شخص مميز في نظره صحيح اشتركوا في القناة